سلام عزيزي المتابع اليوم مقطعنا الجديد عندنا اليوم مقطع لو خيرك لو خيرك تحط لايك ولا تحط اشتراك ايش تختار الله اعلم انت اختار بنفسك ما ادني يعني لايك والاشتراك يعني يفضل الثنين يعني اليوم حلقتنا حريقة راح نلعب لو خيرك سوى السلسلة المحبوبة عندنا هيا بنا اللي ننطلق كذا من اولها حريقة كذا حماس وحريقة من البداية نبغى حقين الكورة كذا يبغون حقين الكورة الضربون في الكومنتات يطلع لك بكت في كريستيانو رونالدو ولا يطلع لك بكت في ليونيل ميسي اختار عندنا هنا شبيحة رونالدو شبيحة ميسي انا بصراحة بكل امانة والله العظيم انها ما فرقت معايا الصدق حتى بغمض بختار اي احدها خلاص شانو شوف النسبة بس مع بعض اوكي الاغلبية اختاروا انهم يبغون يطلع لهم بكت كريستيانو رونالدو طيب يا عزيز المتابعة تكون اول شخص يتسلق اعلى جبل في العالم ولا انك تكون اول شخص ينزل على سطح القمر اوكي شوفوا اعلى جبل في العالم يعني حاجة ما هي مستحيلة اذا انت ما سويتها عادي بعد سنة سنتين ثلاث سنوات راح يجي واحد ممكن يسويها لكنك تنزل على سطح القمر هذه حاجة نوعا ما نقدر نقول انها صعبة واللي بسويها لن ينسى اسمها فعلا انهم يذكرونا في كل شي فراح اختار اني اكون اول شخص ينسل على القمر والله باشوف اغلب الناس اختاروا ايش يا حتى اغلب الناس اختاروا انهم يزلوا سطح القمر بتوقع ان اختاروا اعلى الجبل يحبون الهايكينج يمكن ياه اوكي 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 السؤال هذا صراحة حلو جدا جميل جدا كل فيه نظافة تخيلي عزيزي انك لمدة اسبوع كامل ممنوع أنك تستحم لمدة أسبوع كامل أو أنك ممنوع أنك تفرش أسنانك لمدة أسبوع كامل يا إلهي أوكي والله والله خياران كلهما يعني صعبين الصدق لكن أنا صراحة راح أختار أني والله ما أدري يا جما أنا صراحة ما أطيق شعور الأسنان إذا ما تنظفت الصدق فرح أختار أني لا تستحم لمدة أسبوع لأن الجو عندنا هنا بارد فعادي يعني ما تفرق مرة كثيرة صراحة لكن البلدان حارة الله يعينكم فأغلب الناس أوكي أختار أني مفرش أسنانك والله يوفقكم أنا صراحة ما أقدر أتحمل صراحة الشعور تخيل يا عزيزي المتابع عندك الحيني راح تسافر بكرة طيارة طيارة بكرة يا الله الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله السفرية المكان يتبقون إن شاء الله بكرة طيارة إلى برشلونة راح تروح إسبانيا تحديدا برسلونة ورح تنبسط وتغير جو وتفلها وكل شيء أوك ما تبغى أوكي يلا الخيار الثاني بدل برشلونة تروح ريال مدريد مدينة ريال مدريد وروح تفل الأمة وتنبسط وتغير جو بكل أمانة بكل أمانة يا جماعة أنا الصدق لو راح أختار أتوقع أني راح أختار برشلونة ما راح أختار مدريد مدري أحس برشلونة أحس فيها الأماكن الفعاليات أكثر يمكن والله أعلم ما أنا متأكد بس هذه قدعة أنا من عندي فراح أختار برشلونة وغلب الناس أختاروا مدريد أتوقع أشك كريستيان ورونالد رونالدو أتوقع والله أعلم شوفوا السؤال هذا عادي لكن أنا راح أضيف فيه زي الحاجة كده الأكشن اللي تخليك تقول لازم أفكر في الموضوع الأكشن هو مدى الحياة إنك تصير لو تبغى تشرب أي مشروب عصير مدى الحياة ما تشرب إلا عصير طبيعي فقط ما تبغى تبغى غازيات خلاص يالله هذا الخيار الثاني تصير تشرب عصير غازيات مدى الحياة عصير طبيعي ما عدت تذوق ممنوع إيش تختار والله يا جماعة الصدك أنا لو جاني الخيار هذا والله راح أختار أني أشرب عصير طبيعي والله العظيم صحي أكثر صحي أكثر مفيد أكثر أحسن كل شي وراح أختار تشرب عصير طبيعي وشوف أغلب الناس اختاروا عصير طبيعيات توقعت حتى أنا بصراحة أوكي شوفوا صراحة لقيت اليوم ما دلش فيها من شخصنا مرة مع ميسي ورونالدو لكن لو خيرك خلاص الفريق اللي أنت تحبه خلاص أيا كان فريقك اللي أنت تحبه محليا محليا خلاص قرر أنه يشتري لاعب عالمي يا رونالدو يا ميسي فريقك تتمنى يشتري مين منهم من رونالدو ولا ميسي بصراحة يعني شوفوا أنا بقول الصدق يعني رأيي أنا والله أنا رونالدو صراحة أحس أنه ما دلي أشبه ما أنا حكوره بس أحس أنه أخلاقه وسلوبه والتعامل معه أسهل أريح يندمج بسهولة يساعدك في البزنس ما أدري ما أدري الشبيح لا تعكروني في الكومنتات أنا ما لي في الكورة صراحة حتى حتى أختاروا فريقك يشتري ميسي على أغلب أختاروا يشترون فريق رونالدو فريقه مشتري رونالدو عاد ما عادلش خياركم السؤال اللي بعده بصراحة ذكرني بشخصيتين في عالم الألعاب والكرتون يا أنك تكون رجلك طويلة جدا لكن يدك تكون قصيرة وهنا أنا صراحة ذكرت سلندرمان صح سلندرمان يد طويلة بس تخيلوا معا يدك أنها قصيرة خلاص سلندرمان أو أنك تكون يدك طويلة لكن رجولك قصيرة وهنا أنا صراحة ذكرت شريك والله شريك كذا صراحة فما أدري فأنت لو خيرك إيش تختار تكون رجلك طويلة ويدك قصيرة أو تكون رجلك قصيرة ويدك طويلة صراحة اللي حطت له خيره كان يخريب صراحة نعم ما لكن حلو لسا يذيت خليك تفكت ييش تختار بصراحة أختار رجلك طويلة ويدك قصيرة صراحة فنشوف أغلب الناس اختاروا إيش أوكي أغلب الناس يعني ماشي معايا إلا لأن هذا شيء كوي صراحة أوكي أول شيء أحب قبل أن أقول لو خيروك هذه أقول أحلى تحية لأخواننا في مصر وأقول أحلى تحية لأخواننا في المغرب وأحلى تحية لكل الشعوب العربية وكل واحد يتابعني أيها المتابع الجميل لو خيروك أنك تعيش في مصر القديمة أيام زمان أو أنك تعيش في المغرب القديمة أيام زمان إيش تختار شوفوا بصراحة أنا ما أعرف أي حاجة عن ثقافة المغرب القديمة وهذا صراحة يعني بسبب ضعف ثقافة في هذا الموضوع ولكن أنا راح أختار الشيء اللي أنا أعرف أنا أعرف مصر القديمة والأهرامات ومدري كيف فراح أختار صراحة أعيش في مصر القديمة مع أنه أتوقع أتوقع أن المغرب تكون متفوقة من ناحية يمكن الطبيعة الطبيعة والخضار وهذا الشيء صراحة أنا أحب لكن برضو ما راح أمدري يعني ما أعرف المغرب ما قد قابت عنها وراح أختار تعيش في مصر القديمة ونشوف أغلب الناس أختاروا إيش زي ما شو قدامكم فرق تسعين ألف شخص يعني السبب متقاربة جدا أوه يا جماعة أوه أكسم بالله سؤال لو خيروك بين المال وبين الأطفال إيش تختار خناقول فلوس ولا أطفال يعني أولادك ذرية والله يا جماعة كلهم من زينة الدنيا يعني كلهم من الشيء الجميل في الحياة صراحة والله العظيم ما أدري والله العظيم طبعا هذا الشيء مستحيل يصير في الحياة الواقعية إن شاء الله لأنه رب يرزاق الحمد لله نحن نلعب حاجة خيالية كذا وقالوا لك اسمع ترى لو بنعطيك مال لكن ترى خلاص معت فيه شيء اسمه أطفال ولكن أوكي ما تبغى ما لجيكي يلا فيه أطفال وكذا والله بقى صراحة بختار أطفال ليه لأن الأطفال إن شاء الله يبكي رب يوفقهم يسألون يجوون هم فلوس ويساعدوني والله أما المال كذا الحالة والله هيجي يوم حتعسب اكتئاب وتعب فأغلب الناس اختاروا بين المال الله يوفقكم يعني صراحة كنت بتوقع ولا أقدر ألومكم مهائيا أوكي شوفوا الحين أحتاج الناس أركب لكم زي السيناري وتخيل إن عندك وقت طوي الفراغ لكن بدون حرية خلاص يعني مثلا أنت تكون في الوقت الطويل هذا كله جالس في غرفة أو مثلا جالس في زي السجن أو قاعد تشتغل شغلة في غرفة معينة وهذا الوقت الطويل معاك تأخذ راحتك فيه تنبسط لكنك محبوس في هذا المكان ما عندك حرية ما عجبك هذا الخيار عادي ما في مشكلة الخيار الثاني إنه يكون وقتك قصير مرة مرة يعني ما عندك تستمتع بوقتك والفراغ لكن ترى عندك الحرية الكاملة تقدر تنبسط تروح وتسافر تجي بس إيش وقتك قصير 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 مرة إيش تختار والله شوفوا أنا صراحة ما أتوقع إنه في أي أحد في الحياة كلها راح يختار إنه يكون وقته طويل ويضحي بالحرية مستحيل الكل يبغي يكون إنسان يعني حر ما هو محبوس ما هو مسجون ما يكون في سجن فيبكني أنا فهمت السؤال الخطأ ولا ما أعرفه لكن أنا بناء على إنه لديك الحرية يعني تكون إيش طليق ما تمسجون ولا حاجة فراح أختار والله لو وقتي يا شيخ قمس دقائق بس مني إيش أكون أنا مبسوط وما أنا مسجون لا في غرفة ولا في سجن ولا حاجة 8% يا رجال أختار نفس الخيار يا توقعت والله لو خيرك هذه خلتني أعدل الجلسة قبل تجاوب لازم تخيل معايا القدرة هذه لو جتك تخيل يكون عندك القدرة إنك توقف الوقت لمدة دقيقة كاملة يعني كي تسوي كذا الوقت الآن توقف لمدة 60 ثانية دقيقة كاملة دقيقة واحدة كاملة أو إنك تسوي كذا الوقت يرجع لمدة دقيقة كاملة توقف الوقت دقيقة ولا ترجع الوقت دقيقة أبغى أعرف الحين كنت أفكر فيه تخيلات إيش اللي ممكن يفيدني أكثر يساعدني أكثر إيش غير الحيث صار موقف أقوم أوقف الوقت دقيقة طب بعدين لو جبت العيد خلال دقيقة هذه أقدر أرجع لا ما أقدر أرجع طب تقول راح أقتر ارجع الوقت ليه لأنه عادي راح أعيش حياتي طبيعي فجأة صار حاجة فيها عيد قوي مرة وحادث لسأمح الله شي سأو كذا أرجع دقيقة واحدة يقدر تغير الدنيا صراحة فراح أقتر قدرة إرجاع الوقت لمدة دقيقة يا ولد الموقع الموقع شفوا يا جماعة الموقع معايا اليوم اليوم الموقع أنا ويا أصحاب لاحد لو سمحتوا لاحد يقول شيء أبدا أنا والموقع اليوم أصحاب أغلب الناس برضو اختاروا زي قدرة إرجاع الوقت هذه صراحة أتمنى تقول لي إيش كان رأيكم فيها في الكومنتات ولماذا لو خيروك بين أنك تصير تستخدم الستوري حقة السناب شات أو الستوري حقة الإنستجرام حاجة تستخدمها مدى الحياة خلاص ما تستخدم الشيء الآخر إيش تختار بكل أمانة وبكل صراحة أتوقع أني راح أختار ستوري سناب شات لأنه هو في مجتمعنا الأكثر مستخدم وأحس أنه قريب لي وأسهل وأريح من الإستجرام أغلب الناس أتوقع والله أعلم راح يختارون الإستجرام أو أوكي 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 والله ما توقعت صراحة الأغرب راح يختار سناب شات لكن اكتب رأيك في الكومنتات أوكي شوفوا الآن لو خيروك هذه والله العظيم إنها مرة حلوة أخيل إنك تكون مشهور يكون عندك خمسة مليون متابع يتابعونك في اليوتيوب لكنهم يكرهونك 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 كره غير طبيعي أو إنه يكون عندك خمسة آلاف فقط مو خمسة مليون خمسة آلاف وفي الإستجرام لكن يحبونك مرة الصدق والله العظيم راح أختار خمسة آلاف لكن يحبونك لأنه أنا طبعا أنا أكلمكم من قلب الحدث أنا أعرف مشهير كثير يعني متابعين وما يحبونهم هذا الشيء سبب ضغطه وغير طبيعي على المشهور هذا ويتعب في حياته بينما بعض المشهير الآخرين أعرفهم يعني من أخويتي متابعينه مو كثير وبس إنهم يحبونه وفي ولاء ووفاء فنفسيتهم مبسوطة مبسوطين فمهما كان لا تغرك الأرقام لا تغرك الأرقام صراحة أتوقع أغلب الناس ممكن يختارون الشيء هذا اللي يقولون عادي يكرهوني ولا ما يكرهوني عادي إثارة جدل ويلا أجيب فلوس لكن صديقنا حيأثر عليك والله وراح أختار والله خمسة آلاف متابع في الإستجرام لكن يحبونك وأغلب الناس يختارون أوكي بدأت تشكر الموقع ذاك الذاب معقولة يعني الناس يضحون بخمسة مليون أوكي شيء كويس صراحة شيء كويس صراحة مبسوط أوكي أسبايا عزيزين وتابع لو خيرك القادمة والله صراحة لو خيرك الحلقة هذه إنها نارية تعيش في لندن خلاص صير سكنك في لندن لكن بدون أي حاجة تكون معاك مع معاك شيء كذا رايح سواح سادة تكون نفسك من نفسك ومورك وبيتك وملابسك كل شيء خلاص وفي لندن أو إنك تروح تعيش في الهند أوكي يعني فرق في المعيشة فرق في المباني في الشوارع في المستوى وجودة الحياة في فرق بين لندن والهند صراح ولا لا لكن لو عشت في الهند يا حبيبي راح يكون معاك كل حاجة تبغاها واو أوكي شوفوا آه والله راح اختار الهند يعني يمكن بعضكم يستغرب بس مدني أنا عندي شعور إنه راح أمبسطناك أكثر لأنه أصلا الهند جوها طبيعة وخضار وأنا أحب هذا الشيء مرة أحب الخضار والطبيعة والأجواء الجميلة وراح اختار تعيش في الهند وعندك كل حاجة من لندن ما دريح اسمي جوي أبدا الصدق نهائيا فراح اختار تعيش في الهند وعندك كل شيء خلنا شوف أغلب الناس اختاروا إيش يا هاو يا ولد يا موقع يا كذاب أغلب الناس اختاروا مثلي أوكي شيء عقلاني يعني ما حد ما يبغى شيء طيب لو خيروك اللي عندنا هذه صراحة تعتبر يعني فيها خيال حلو تخيل الحين إنك بكرة راح تسافر سفرية مدتها خلنا نقول آآ ثلاثة ساعات تمام والطريق بالسيارة عبارة عن يمينك خضار وأشجار وطبيعة حلوة وعلى يسارك بحر وأجواء جميلة جدا فالطريق اللي بالسيارة حلو مرة فالخيار الأول إنك تسافر من هذه المدينة للمدينة الأخرى خلال ثلاثة ساعات بالسيارة بهذا الطريق اللي يفتح النفس جنبك خضار وبحر وكذا الخيار الثاني إنك تسافر برضو ثلاثة ساعات لكن بالسفينة بحر وسفينة كبيرة وعندك غرفة خدمات ومطاعم فهذا الكروز خلنا نقول كروز مثلا وتوصل خلال ثلاثة ساعات إلى المدينة هذه إيش تختار بالسيارة ولا بالسفينة ولماذا بصراحة أنه الخيارين كلها حلو أنا أتمنى أني أسافر بالسيارة على هذا الطريق الخيالي اللي أنا طلعته لكم قبل شوية اللي على يمينك خضار وطبيعة وعليه سارك بحر وشي يفتح النفس لكن في نفس الوقت والله أنا عندي رغبة أني أجرب أني كذا أبحر وسط المحيط كذا فجأة أطلع كذا أطالع مع الشباك أطالع هناك أقصى شيء أشوف بحر وهنا أقصى شيء بحر وهنا بحر ورب ما أشوف أي آثار لأي مدينة شعور مخيف لكن نفسي أجرب الصراحة فأتوقع لو حصلت لي الفرصة دي رح أختار أسافر عبر السفينة وخلنا نشوف أغلب الناس أغلب أغلب الناس يختارون ايش أوه النسبة القريبة جدا الفرق تقريبا 1% فيما أننا بدينا الحلقة بإثارة جدل ومشاكل وكريستيانو رونالدو ولا ميسي وكذا وأنا صراحة توقيع كريستيانو رونالدو ولا توقيع ليونيل ميسي اختار مين؟ واكتب في الكومنتات وأنا راح أوريكم الخيار الآن الأكثر أنا أتوقع الأغلب راح يختارون كريستيانو رونالدو لأنه واضح أن الموقع هذا أغلب من معجبين رونالدو لأنه مرة جاء مدريد أختاروا مدريد مرة رونالدو جاء رونالدو فأتوقع برضو هنا رونالدو خلنا نشوف يا الأغلب أختاروا أنهم يختارون توقيع كريستيانو رونالدو ما أدريش الشعبية القوية هذه الرونالدو في كل مكان أعلى مليونين ميسي أنتوا أكثر أنتوا أخبر شبيحة ميسي ورونالدو ما لعلاقة أكتبوا في الكومنتات وخلنا نروح لو خيره كل ما بدأ ما أبغى أن هي المقطع بهذه لو خيرك الله يجوي أكسب بالله العظيم الله يجوي لو خيرك هذه وأحلى طريقة ممكن نختم فيها المقطع كلكم تعرفون عصير ما ونتون ديو صح وكلكم تعرفون عصير أو مشروب ميراندا حمضيات لو خيروك بين المشروبين هذه أنك تصير تشربها ما تشرب الثاني إيش تختار شوفوا يعني أنا 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 بكون صادق معاكم والله العظيم والله طبعا أحب الحمضيات وأحب الديو وأحيانا مثلا أنا روح أخذ شاورمة أحيانا أخذ معها ديو عاد والله العظيم طعمه مرة حلو وأحيانا أخذ حمضيات يعني الطعم قريب مرة لكن الحمضيات أحس أنها كذا فيها لذع أخف أحلى مدري طبعا الطعام أغرب فأنا لو خيروني والله راح أخذ حمضيات الصدق يعني الديو يعني بسلامته خليش أغلب الناس أختاروا إيش أنا أتوقع أن الناس أغلبهم أختاروا حمضيات الصدق يا والله توقعت والله العظيم من التوقعات أغلب الناس راح يختارون الحمضيات لأنه يعني معلش يعني شعبية قوية عندنا وطعمها حلو الديو ما قصر لكن حمضيات تبقى فوق كل شي يعني كذا أنا أقدر أنهي مقطع اليوم وأنا سعيد جدا باللو خيروك اللي حصلت اليوم بصراحة خيارات كثيرة حلوة والموقع يعني صدف أنه كان معايا مدلي ليه المهم لو تبقوا لو خيرك أخرى حطوا لايك على المقطع اكتبوا لي رأيكم على المقطع في الكومنتات لو في ملاحظات أو أي حاجة وسبحانك الله وما بحمدك أشهدون الله السورة عليك والسلام عليكم حين نروح نغض لنا حمضيات يلت